المسلم إذا أدخل عقله في باب الأسماء والصفات ظل عندنا قاعدة لا يقاس الله بخلقه من أين أثي بهذه القاعدة من قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولذلك لما استقر في أذهان هؤلاء أن هناك نوعا أو ضربا من المشابهة بين المخلوق والخالق ظلوا في هذا الباب ولذا نفوا كثيرا من الأسماء والصفات ظنين أنهم بهذا نزه الله عز وجل فيقولون مثلا لا نثبت له اليد حتى لا نثبت له جسما لا نثبت له بصر لا نثبت له سمع سبحان الله لا تثبتون له لا سمع ولا بصر هذه صفة نقص ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تحقير الأصنام عند أبيه قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يوني عنك شيء